السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي بالله أحباب بالله موضوع هذا الحلقة عن صورة تفسير الأحلام وعنوان الحلقة من رأى أو سمع وقرأ صورة التذاب في المنام وتعبيرها أحباب بالله من رأى أو سمع وقرأ صورة التذاب في المنام فعليه الحضر من زوجته ومن أمواله وأولاده لأنه سيكون خاسرا إلا من يطع الله يعني يحضر لأنهم رحين يقولوا عدو له وعليه أن يتمسك بالقرآن والدين وأنه إن التهى بالمال والأولاد عن طاعة الله فإنه سيندم ويتحسن ولذلك هذه سورة إنذار له بأن يتحسن ولا يجعل المال ولا الزوجة ولا الأولاد ولا الدمية يتبعد عن الله فإنه من الهالكين وما عليه إلا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون من المفقين فينفوز ويكون من المفلحين والله أعلى وأعلم اللهم اجعلنا من ذينا استمعوا القول في التمعون أحسن استغفروا الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته